لم تمر أخبار ارتفاع أعداد قوات حلف الناتو مرور الكرام فالرقم المضاعف الذي سيدخل العراق من قوات أمريكية وبريطانية وبدعم من واشنطن يقرأ في الكواليس الأمنية والتحضيرات العسكرية مع تلميح البنتاجون لإرسال مزيد من القوات للأراضي العراقية على أنه انعكاس لردود الفعل بعد هجوم أربيل الأخير بعد طلب من الحكومة العراقية التي تريد مواجهة الميليشيات الموالية لإيران والفصائل الخارج عن القانون معهد بروكينغز أكد أن حكومة الكاظمي تواجه ملف مكافحة نشاط الميليشيات المنفلتة بما يرهق الملف الأمني في البلاد ويعيق التقدم لمشوار السياسة والاقتصاد الآمن في العراق وعلى الرغم من إعلان أمريكا قبول دعوة المفوضية الأوروبية للحوار مع إيران وبحث مسارات الاتفاق النووي إلا أن واشنطن عازمة على عدم رفع العقوبات ما لم تلتزم إيران باحترام الشروط وتطبيقها سيما نميليشياتها في العراق والمنطقة تهاجم وكل أمريكا وقواتها الترقب لصيغة توافقية يراه المختصون مستحيلا في ظل ممارسة إيران لسياسة الضغط من خلال انتهاك الأراضي العراقية واستغلالها لتمريل مساحة كافية في تحقيق الأهداف الهجومية ضد الولايات المتحدة ما يعيد سياسة ترامب القاسية على إيران في أجندة بايدن وإعادة المشهد الأمني في المنطقة إلى الاستقرار الذي مزقته طهران من خلال فوضى الميليشيات في شتى الحالات فإن بغداد تواجه اليوم أشد أزمة أمنية تتمثل في نفوذ فوضوي للفصائل الخارجة عن القانون والتي أصبحت تستبيح الأمن العراقي بكل مساحاته وتمثل ضربة في مقتل العملية السياسية التي يقف العراقيون على أبوابها للنهوض والخروج من مستنقع الأزمات والانفلات